اهلا اهلا تعالوا بقى النهاردة نعمل صنف حلوة لرمضان بالجلاش من اغير اي حشوات وسيط جدا وسهل جدا اول حاجة عملتها الشربات انا بحط كبايتين سكر وكباية مية حطيتهم هنا كده لغاية ما غالوا بعد كده حطيت عليه نص لامونة عشان يتعقد وبعد كده حطيته على نار هادية لمدة 10 دقايق بعد ما حطيت اللامونة وبعد كده اقفل عليه بقى واسيبه يهدى جبت الصنية بتاعتي بقى وحطيت فيها كده سمنة من تحت عملتها كده بالسمنة الجلاش بيحب السمنة وبيحب كمان الزبدة طبعا فيا سمنة يا زبدة بلاش زيت اللي عايز يعني بزيت يعمل ما فيش مشكلة يعني اللي واخد ان هو يعمله بزيت ما فيش مشكلة ولكن احسن حاجة للجلاش الزبدة وبعد كده السمنة انا عملت هنا بالسمنة دهنت الصنية كويس وزي ما انتم شايفين انا بعمل ايه جبت ورقة ورقة منك جلاش شوفوا بقى عندك جلاش مقطع مبهدل اي جلاش هينفع في الوصفة دي بمسك ورقة ورقة كده مقطع او سليمة وبكرمشهم زي ما انتم شايفين كده رحت حطة من فوقها كده سمنة تاني يعني ما خلتش بقى حتة ما فيهاش سمنة زي ما انتم شايفين كده ودخلته الفرن كنت مشغالة الفرن الاول يعني الفرن سخ اول ما ياخد لون من تحت هشغل الشواية عشان ياخد لون من فوق برضه وكده يبقى الجلاش بتاعنا ما خدش وقت خالص وبمنتهى السهولة وبصوا بقى شكله تحفة جدا لما طلع اول ما طلع حطيت عليه بقى الشربات اللي برد وبصوا بقى الجمال والحلاوة قطعوه بقى بالطريقة اللي انتم عايزينها تحفة جدا وبسيط وسهل وحاجة سريعة كده مش تاخد منكم اي وقت طعمه بقى خطير وقرمش يا ريتكو تسمعوا الارماشة بتاعته حلو جدا جدا اعملوا وقلوا لي رأيكم في التعليقات وباي باي